بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين أبناء الطلبة سنقوم بإنجاز هذا الفيديو الذي يحمل عنوان تركيب الدوال تمرين مهلول الخاص بالسنة الثانية والسنة الثالثة ثانهوي إذن لننطلق على بركة الله قال انطلاقا من جدول تغيرات دلتين F و G التاليتين استنتج جدول تغيرات ماذا؟ G رون F يعني F تركيب G يعني هذه الاف موجودة هنا في بطن الج حتى تفهموها بهذه المصطلحة يا أبناء إذن لننطلق إذن أول شيء في جدول تغيرات أولا علينا أن نعين مجموعة التعريف إذن مجموعة التعريف التركيب نقول D هكذا يا أبناء إذن D ج رون F يعني F تركيب G تساوي هكذا X بحيث X ينتمي إلى ماذا؟ إلى D F و كلمة وهذه القصد هنا هو التقاطر وماذا؟ و F ل X تكون تنتمي إلى D G هذا هو قانون تعريف يا أبنائي مجموعة التعريف تركيب نلاحظوا جيدا وهذا لا يساوي D F هكذا G تركيب F لا يساوي إذن هذه عليكم أن تفهموها الآن أبنائي ما معنى؟ نأتي مع مثالنا هذا نقول D G رون F تساوي X بحيث X ال D F لاحظوا ال F من أين معرفة؟ من هذا المكان إلى هذا المكان إذن ينتمي إلى R و وماذا؟ و F ل X تنتمي إلى D G لاحظوا إلى D G من هنا إلى هنا يعني تنتمي إلى R لاحظوا جيدا و كلمة و معناها تصبح لنا D G رون F تساوينا ماذا؟ لهي R تقاطع R هذه R تقاطع R وتعطي لنا ماذا؟ تعطي لنا R إذن تصبح لنا مجموعة التعريف يعني من ناقص مال نهاية إلى غاية الزائد مال نهاية وهي التركيب ويمكن أن نسمي هذه G رون F يمكن أن نسميها مثلا دلة H يعني تركيب هذه الدلتين يعطينا دلة اللي اسمها H مجرد تسميت فقط يمكن أبنائي أن أعطيكم مثال آخر إذا أعطيت لنا دلة مثلا F F بعبارة F ل X مثلا تساوي لنا لهي جذر هكذا مثلا X زائد إثنان وعطيت لنا الدلة جي بي عبارة هل هي جي ل X تساوي لنا مثلا X مربع زائد واحد ويلد مننا أن نستخرج دي جيرون F تساوي لنا ماذا؟ قلنا تساوي لنا X بي حيث ماذا يا أبنائي بي حيث لاحظوا جيدا نقطة نقطة كي نتعلم أولا لو نلاحظ إلى ال D F هنا ال D F بما أن الدلة ماذا؟ الدلة الجذرية فتصبح لنا يعني X زائد إثناني أكبر أو يساوي لنا الصفر لو ننقل هذا إلى هنا تصبح لنا X أكبر أو يساوي لنا ناقص إثنان إذن بما أن هنا ناقص إثنان معناها تصبح لنا D F يعني من المجال المغلق اللي هو من ناقص إثناني إلى الزائد ملاني هذه فيما يخص ال F هنا عندنا كذلك ال D G بما أن العبارة كثيرة هدود فهي معرفة على R إذن نتابع فنقول هنا ماذا؟ نقول X بحيث X ينتمي لنا من ماذا؟ ينتمي لنا في هذا المجال اللي هو من ناقص إثناني إلى غاية الزائد ملانيها و وماذا؟ وحيث أن جذر X زائد إثناني اللي هي F لإكس يجب أن تكون تنتمي إلى ماذا؟ إلى D G ال D G اللي هو R هكذا حتى تتفهم الفكرة أولا تستخرج مجموعة تعريف هذه العبارة وماذا؟ وهذه العبارة يجب أن تكون تنتمي إلى صورة الصور هذه يعني هذه العبارة كل صور التي نجدها بالدل أف يجب أن تكون موجودة في D G يجب أن تكون في D G ال D G هو عندنا هنا كم؟ و R إذن و منه ماذا ينتج لنا؟ يا أبناء لو نلاحظ جيدا اللي هو التقاطع يصبح لنا تقاطع مجال اللي هو من ناقص إثناني إلى غاية الزائد ملانيها تقاطع ماذا؟ تقاطع R اللي هو من ناقص ملانيها إلى غاية الزائد ملانيها هنا لو نلاحظ جيدا لو قلنا R اللي هي من ناقص ملانيها إذا قلنا هنا صفر وهنا الزائد ملانيها والآخر من ناقص إثنان ها هو الناقص إثنان إلى غاية الزائد ملانيها معناه ها هو ما هو التقاطع الألوان؟ تقاطع الألوان سوف يعطينا ماذا يا أبناء من ناقص إثناني إلى غاية الزائد ملانيها إذن نقول هنا D G F يسأل لنا ماذا أبناء يسأل لنا ناقص إثنان إلى غاية الزائد مالا نهاية بهذه البساطة فقط نأتي الآن أبنائي إلى اتجاه تغير GERON F يعني F تركيب G يعني هذه في بطن هذه لاحظوا جيدا ويمكن أن نقول ككلمات يعني عليكم أن تفهموهم يا أبنائي معناه إذا قلنا هكذا إذا قلنا GERON F الكل لـ X التي سميناها مثلا R لـ X تسوي لنا ماذا؟ تسوي لنا G لاحظوا نفتح قوس F لـ X كأنما هنا هذه العبارة اللي هي F لـ X كأنما يمكن أن نضحها هو X مجلسكيل هكذا حيث ماذا؟ حيث X مجلسكيل هو F لـ X كما نسميها صورة صورة يعني بهذه البساطة بهذه البساطة معناه يمكن أن نقول مثلا هنا لو نعوذ مثلا نقول صفر وهنا الصفر وهنا الصفر وهنا الصفر هكذا H لـ 0 تسوي لنا جيرون F جيرون جيرون F لصفر تسوي لنا جي لـ F لصفر حتى تفهموا عن التركيب بهذه القاعدة الآن أبنائنا أتي إلى التغييرات لاحظوا جيدا لكن انتبهوا جيدا إلى التغييرات التركيب قال F دلة رتيبة تماما انظروا الرتابة يعني متزيدة تماما أو متنقصة لكن على مجال اسمه E يعني المجال الذي نختاره يا أبناء يجب أن تكون الدلة فيه F كيف هي؟ رتيبة يعني متزيدة أو متنقصة هذه الدلة F يعني إما تكون هكذا في ذلك المجال E أو تكون هكذا في ذلك المجال E يعني لا تقبل أن تكون هكذا وهكذا في مجال من هنا إلى هنا اسمه E لا يجب أن تكون إما متنقصة أو متزيدة والدلة G كذلك إما متنقصة أو متزيدة رتابة تم على مجال ليس E إنما G حيث ماذا؟ حيث F ل E تكون محتوى في G سوف نلاحظ ذلك هذا المصطلح اللي هو F ل E يكون محتوى في G معنى كل صور صور ال E بالدلة G بالدلة F يجب أن تكون محتوى في G مثل ما قلنا هنا في مجموعة التعريف قلنا كل ما كان ينتج عن هذا يجب أن يكون ينتمي إلى هذا وبما أن مجال نقول محتوى لا نقول ينتمي لأن الانتمائية لنقاط لاحظوا جيدا يا أبنائي قال إذا كان ركزوا معي إذا كانت الدلتان F و G نفس الاتجاه التغير تكون لكن الاتجاه التغير ماذا؟ أنه مثلا F متزايدة متزايدة تماما على E على المجال E و G مثلا و G متزايدة تماما على على G المتزايد في المتزايد يعطينا متزايد أو تكون مثلا قال أو قال نفس الاتجاه أو تكون لنا G مثلا متناقصة على G و F متناقصة على E حيث ماذا حيث صور المجال يجب أن تكون محتوى في G هكذا حتى تتفهم الفكرة وسوف نلاحظ ذلك إذن يصبح المنى متناقص في متناقص يلقينا متزايد لكن افهموا أن G في مجالها و E في مجالها ليس يكون في مجال واحد عندنا كذلك إذا كان مختلفين انظروا جيدا ما معنى مختلفين معنى واحدة متزايدة والأخرى متناقصة لكن إذا كانت مثلا F متزايدة على E و G متناقصة متناقصة على G فيعطينا تركيبهم G و F هذه الدلة تكون كيف هي تكون متناقصة أكيد تماما بهذه البساطة هكذا حتى تفهموا لكن أحذر دائما يجب أن تكون الدلة F راتبة في E و J راتبة في J الرتبة يجب أن تكون الآن من خلال هذا التعريف الذي أعطيناه لاتجاه تغيير تركيب دلة هنا يا أبنائي نأتي إلى المثال هو قال يستنتج جدول تغييرات للتركيب اللي هو جيرون F لينيكس ها هو يا أبنائي إذن نقول مثلا هنا جد ولا تغييرات الدلة ماذا جيرون F يعني F تركيب G يعني هذه في بطن هذه نتابع جيدا لكن قلنا نحن الرتبة يجب أن تكون هذا أمر مهم يا أبنائي أولا نأتي إلى F هي التي في بطن الج يجب أن تفهموا هذا الأمر نأتي الآن ونتابع أولا نأتي إلى F لهو مجال من هنا إلى هنا هل يجوز هل يجوز أن نأخذ هذا المجال يا أبنائي لاحظوا جيدا لهو هذا المجال هل يجوز أن نأخذ المجال E من ناقص ما يعزل من لا لماذا لأن الدال من هنا إلى هنا انظروا غير رتيبة يعني متناقصة ثم متزايدة فماذا نأخذ يا أبنائي نأخذ المجال مثلا من ناقص ما لا نهاية إلى ناقص واحد هذا مثلا نأخذه E لكن ركزوا جيدا إذا أخذناه يعني E يستوي لنا من ماذا قلنا من ناقص عفوا مجال مفتوح نقل من ناقص ما لا نهاية إلى غاية ناقص واحد انظروا وتابعوا ما نأتي الآن إلى صور هذا المجال اللي هو E ما هي لاحظوا جيدا انظروا يعني مثل ما نسميه FLE يعني FLE هكذا رح تتفهموا FLE الآن هو كم هو يصبح لنا من لاحظوا جيدا وتابعوا نقطة نقطة هذا المجال له لاحظوا من ناقص يصبح لنا من ناقص ثلاثة إلى غاية الزائد مال لا تقولوا يعني يا أستاذ من الزائد مال نهاية إلى النقص ثلاثة هذا غير ممكن يعني عليكم أن ترتبوا هذه الأمر يا أبناء مهما كان ركزوا جيدا بما أن وجدنا هذه وهذا اذهبوا مباشرة إلى هنا تابعوا أرجوكم يعني هنا إذا عرفتم هذا الشيء سوف تتعلموا اذهبوا إلى هنا كل ما نجده في هذا المكان لا نذهب به إلى هذا المكان لا إنما احتفظوا التركيب عليكم أن تذهبوا به إلى محور الفواصل للدلة جي هكذا احتفظوا الفكرة الآن مثلما قلنا هذا الأمر يعني يصبح لنا ماذا هذه الناقص ثلاثة إلى الزائد مال التي وجدناها هنا نذهب بهذا المجال الذي وجدناه إلى الإكس هنا من ماذا؟ من ناقص أرجوكم تابعوا يا أبني من ناقص ثلاثة إلى غاية الزائد مال النهاية هذا الشيء الذي وجدناه قمنا له واتبعناها كذا من ناقص ثلاثة إلى الزائد مال النهاية هل يمكن أن نأخذ هذا المجال ونسميه جي؟ يعني هل الدال جي من هذا المجال إلى هنا من ناقص ثلاثة إلى الزائد مال النهاية؟ راتبا؟ لا غير راتبا لماذا؟ انظروا بأمعينكم متناقصة ثم متزيدة يعني لا يمكن أن نأخذ هذا المجال هو إي أبني يرفض لأن هنا الدال نعم إي الدال آف راتبا لكن لما أخذنا صورته لهي من هذا المجال من ناقص ثلاثة إلى الزائد وأخذناه إلى إكس لهو محور الفواصل للدال جي أصبحت هذا الأمر لا يحقق لنا الراتبة إذا نتخلى عن المجال إي ونقوم بتقليس إي ما معنى بتقليس ما رأيكم الآن نأخذه من هنا لاحظوا من هنا إلى هنا فقط ونأخذه إي إذا قلنا أن إي لهو ماذا؟ لهو من ناقص مال نهاية إلى ناقص خمسة لاحظوا جيدًا قلت هكذا أو يمكن أن نأخذه كذلك هكذا قلنا من ناقص مال نهاية إلى ناقص خمسة من ناقص مال نهاية إلى ناقص خمسة انظروا إ ماذا أصبح؟ أصبح لنا من الصفر إلى غاية الزائد ما لا نهاية لكن تقلب بما أنه يجب أن لا تقول مثلا يا أستاذ نقول من الزائد ما لا نهاية إلى الصفر هذا غير وارد الترتيب المجال عليكم أن تفهموا انظروا الآن قلنا من صفر إلى الزائد ما يتعلق إلى محور الفواصل للدلاجئ من الصفر إلى زائد ما لا نهاية هل الدالة راتبا نعم إنها راتبا يعني الاختيار هنا يجوز أن نأخذ هذا هو الج من هنا إلى هنا انظروا بأمي أعينيكم الآن ماذا نقول عن F في E إذن هنا الاختيار أصبح صائبا إذن نقول الدالة F كيف هي متناقصة ها هي انظروا متناقصة تماما تماما على المجال ما هو من ناقص مال نهاية إلى ناقص خمسة والدالة G كيف هي من هنا إلى هنا كيف هي متزايدة على المجال ما هو المجال من الصفر إلى الزائد مال نهاية حسب قاعدة التركيب فإن ماذا فإن الدالة جر أف لهي التركيب جي أف تركيب جي كيف هي يا أبنائي بما أن هذه متناقصة وهذه متزايدة ماذا تعطي لنا؟ تعطي لنا إذن نقول نتابع إذن قلنا ماذا هذه أصبحت متناقصة وهذه متزايدة بقاعدة التعريف الذي تحدثنا عليه ها هو يا أبنائي اتجاه التغير دلتين متعاكسة تكون متناقصة تماما على إي على إي معناه نأتي إلى هنا ونقول فإن الدالة جير أف متناقصة لاحظوا تماما على المجال ليس الزائد مال نغلى لا هو المجال إي ها هو المجال إي التعريف ما قال ليست أنا ها هو التعريف على المجال إي نعود إلى المجال الأول كليلا إذن جير أف متناقصة تماما على ماذا؟ على المجال وهو من ناقص مال نهاية إلى ماذا؟ إلى ناقص خمسة يا أبنائي إذن هنا نأتي مباشرة تابعوا أرجوكم حتى تفهموا نأتي أولا إذن ناقص مال نهاية إلى غاية الناقص خمسة قلنا الدالة كيف هي؟ الدالة متناقصة ها هي متناقصة يا أبنائي حتى تفهموا نقطة نقطة هنا الدالة متناقصة من ناقص مال نهاية إلى ناقص خمسة توقف الهال نأتي الآن يا أبنائي إلى أن نكمل السير أركزوا أرجوكم الآن ربما بدأ وإن لم تفهموا أعيدوا الفيديو تلك النقطة ستفهمون إن شاء الله تابعوا جيدا نأتي الآن إلى المجال الثاني إلى من هنا إلى هنا نأخذه المجال إي يعني يكون إي ما هو يا أبنائي؟ يكون الإي هو من ناقص خمسة إلى غاية الناقص واحد الدالة كيف هي؟ أو يمكنه حتى نجعل المجال مفتوح لا يهم نقول هكذا من ناقص خمسة إلى ناقص واحد الدالة كيف هي؟ الدالة قبل أن نتحدث عن الدالة لاحظوا آفلي إي ماذا يكون يا أبنائي؟ يكون لنا من ناقص ثلاثة إلى صفر من ناقص ثلاثة إلى صفر لأنها تعكس الأمور ، لا يمكن أن نقول من الصفر إلى ناقص ثلاثة لا الآن من قلنا من ناقص ثلاثة إلى الصفر من ناقص ثلاثة إلى صفر ها هو المجال لأن قلت الشيء الذي تجدونه هنا أركز عليكم أن تبهثوا عليه هنا لمحور الفواصل للدل جي ليس محور ترتيب معناها نأتي به إلى هنا من ناقص ثلاثة إلى صفر هنا نسميه جي هل يجوز دل رتيبا؟ نعم الدل رتيبا إذن تصبح لنا ماذا؟ تصبح لنا الجي يصبح ما هو يا أبنائي؟ الجي يصبح لنا من ناقص ثلاثة إلى الصفر نتابع جي إذن نقول هنا الدل كيف هي؟ الدل أف كيف هي؟ متى انظروا من هنا من هنا إلى هنا كيف هي؟ انظر متناقصة إذن أف متناقصة تماما على إي على الإي الذي هنا أعطيه لنا الذي اخترنا له من ناقص خمسة إلى ناقص واحد هنا نقول الدل جي كيف هي؟ من هنا إلى هنا لاحظوا انظروا متناقصة إذن الدل جي متناقصة كذلك تماما يا أبنائي على ماذا؟ على المجال الذي أعطيه الذي هنا وجدناه لهو من ناقص ثلاثة إلى الصفر إذن متناقص مع ماذا؟ مع متناقص ومنه حسب قاعدة التي تحدثنا عليها هي إذا كانوا من نفس تجاه التغير واحدة متناقصة والأخرى متناقصة ومنه أدال جي أف كيف هي يا أبنائي؟ متزايدة تماما متزايدة تماما على الإي ما هو الإي؟ اللي هو من ناقص خمسة إلى ناقص واحدة كيف هي؟ متزايدة تماما مع معناه متزايدة تماما معناه تأتينا آه كذا انظروا معي وقلنا المجال الإي ما هو من ناقص خمسة إلى ناقص واحدة لاحظتم؟ نأتي الآن أبنائي لنكمل المسير نأتي الآن المجال من ناقص واحد إلى الاثنان تابعوا معي نأخذ من هنا إلى هنا يعني دل كيف هي؟ رتيب يقول أحدكم لكن يا أستاذ لماذا لم تختار من ناقص واحد إلى زائد ملا نهاية؟ سوف نلاحظ هل يكفينا أم لا؟ إذا أخذنا إي يسوي لنا من ناقص واحد إلى زائد ملا نهاية ما هي الصور؟ يصبح لنا آف لإي ما هو يا أبنائي؟ لهو من ناقص ثلاثة إلى غاية زائد ملا نهاية هذا نبحث عليه على محورة الفواصل للدالج من ناقص ثلاثة إلى غاية زائد ملا نهاية الدالة ليست رتيبة انظروا متناقصة ملا نهاية هذا ماذا نقول؟ يرفض لماذا؟ لأن لم يصورته في الدالة جي أنه الدالة ليست راتب وقلنا نحن علينا أن تكون الرتابة في كلا الدالتين إذن اختيار كان مرفوض إذن ما رأيكم أن نأخذ من هنا إلى هنا فقط هذا نسميه إي إذا كان عندنا الإي اخترناه من ناقص واحد إلى الاثنان فماذا ينتج لنا؟ صورته لي هي أفلي إي ماذا يمكن أن تكون؟ هي من الناقص ثلاثة من هنا إلى هنا انظروا من ناقص ثلاثة إلى غاية الصفر من ناقص ثلاثة إلى غاية الصفر نبحث عليه ها هو يا أبنائي ها هو هل يحقق لنا؟ يصبح لنا الجي اللي هو ماذا يا أبنائي؟ اللي هو من ناقص ثلاثة إلى صفر هل الدالة رتيبة في هذا المجال؟ نعم إنها رتيبة وهذه إنها رتيبة هذه هنا مؤاف كيف هي؟ متزايدة تماما والجي كيف هي؟ والجي متناقصة متناقصة تماما على هذا المجال وهذه على هذا المجال إذن متزايد في متناقص مع مجال الـ فإن ماذا نقول؟ نقول الدالة جير أف كيف هي يا أبنائي؟ متناقصة لأن نلاحظ زايد وهذا ناقص يعني متناقص في متزايد يعطي لنا ماذا؟ يعطي لنا جير أف تكون متناقصة متناقصة تماما على ماذا؟ على المجال اللي هو من ناقص واحد إلى ماذا؟ إلى الـ نعود دائما إلى المجال الأول لأن لاحظوا تقول القاعدة على مجال على مجال إي يفهموا هذه الكلمة جيدا هكذا يا أبنائي إذن هنا نأتي إلى السهم ونضعه هكذا تابعوا معي هكذا يا أبنائي عندنا ما هو المجال؟ قلنا من ناقص واحد إلى ناقص اثنان أعفوا إلى الاثنان نعتدر إلى الاثنان نأتي الآن إلى المجال الأخير الذي بقي لنا في الدالة في الدالة في الدالة أف لكن أف خاضعة لج نأتي المجال من اثنان إلى زائد ملانية يوم الدالة كيف هي؟ متزايدة تماما أولا هل الاختيار سليم؟ لا إذن اي يسوي لنا ماذا؟ يسوي لنا من الاثنان إلى غاية الزائد ملانية صورته ما هي؟ اللي هي أف لأي صورة المجال هذا بدل ما هو؟ لاحظوا من الصفر إلى غاية الزائد ملانية انظروا ها هو أمامكم نأتي مباشرة بسرعة البرق ونأتي من صفر إلى الزائد ملانية للدالة هنا الدالة يكون مجال ج كيف هي الدالة؟ إنها رتيبة يعني المجال صادق يعني لا نرفضه إذن فيصبح لنا ج يسوي لنا ماذا؟ من الصفر إلى الزائد ملانية هنا نقول الدالة أف كيف هي؟ لاحظوا ها هي تصعد يعني متزايدة تماما على هذا المجال و ج كيف هي؟ مت لاحظوا ها هي كذلك متزايدة تماما على هذا المجال وهو مجال الج اللي هو في هذا المكان الآن متزايد في متزايد ماذا يطيلنا؟ نقول ومنه ج رون آف الدالة ج رون آف هي آف تركيب ج كيف هي؟ دالة كيف هي في هذا المجال؟ دالة متزايدة تماما على ماذا؟ أبنائي؟ على المجال الذي هنا وهو ها هو 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 لهو من الآثناني إلى الزائد مالة نهاية هكذا اذا تركيب ماذا أعطى لنا؟ أعطى لنا من الآثناني إلى الزايد مالة نهاية الدالة كيف هي يا أبني أصبحت متزايدة تماما هكذا كما أشير انتهت الآن تغيرات الدالة كليا يعني من ناقص ملا نهاية إلى الزائد ملا نهاية كلية هنا عندنا الزائد ملا نهاية ربما نسيناه لأن المجال الأخير هو من الثاني إلى الزائد ملا نهاية الآن نأتي إلى محط الصور مرحلة ماذا؟ مرحلة الصور التي علينا من خلال هاتين الجدولين نستخرج لنملأ ماذا؟ نملأ الصور ما معنى نملأ الصور؟ لاحظوا معناه نملأ نملأ يا أبني هذه الأماكن هذه وهذه 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 يجب أن نملأها رويدا رويدا أولا عندنا ننطلق ب عندنا قلنا جيرون F إذا كان الـ X عند الـ F كم الـ X عند الـ F نقص ملا نهاية فإن الـ F لـ X كم تصبح؟ تصبح تقول إلى الزائد ملا نهاية لما لاحظوا جيدا ركزوا أعلمكم شيئا بسيط كل شيء نجده هنا نذهب به نجد صورته هنا لما نجد صورته هنا نأتي بها إلى هذا المحور حتى تفهموا بكل بساطة إذا هنا كم؟ انظروا زائد ملا نهاية ما هي صورتها؟ زائد ملا نهاية إذا نأتي إلى هنا ونضع زائد ملا نهاية فقط ثم نأتي إلى هنا الزائد ملا نهاية صورتها ما هي؟ هي الزائد ملا نهاية نأتي الآن إلى ناقص خمسة ما هي؟ صورته بالدلة F هي الصفر ها هو الصفر نبحث عليه على محور الفواصل في الدلة G ما هو؟ ها هو الصفر ما هي صورته بالدلة G؟ ها هي إنها ناقص إثنان إذا نضع هنا ناقص إثنان بهذه البساطة المطلقة نأتي الآن أبناء إلى ماذا؟ إلى الناقص واحد الناقص واحد ها هو يعني هنا ناقص واحد يصبح صورته بالدلة F ما هي؟ ها هي اللي هي ناقص ثلاثة الناقص ثلاثة بالدلة انظروا الناقص ثلاثة ها هي ما هي صورتها بالدلة G؟ ها هي بالدلة G كم؟ أربعة لاحظوا جيدا تصبح لنا هنا أربعة حتى تفهموا الأمر ثم عندنا ماذا يا أبناء؟ لاحظوا ولو أعطى لي عشرون حالة سوف نستخرجه عندنا الآن الاثنان ها هي الاثنان ما هي صورتها بالدلة F؟ إنها صفر ها هي نأتي الآن بهذا الصفر على محور الفواصل للدلة G ها هو الصفر الصفر هنا في هذا المكان ما هي صورته؟ انظروا كم؟ إنها الناقص اثنان لاحظتم؟ يعني الأمر جد 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 بسيط ها قد امتلعت جدول مركب دلة G بهذه البساطة المطلقة ويعيد ربما فيك شيء من الصور حتى تفهموا الأمر جد بسيط قلت لو جئنا إلى هذا بالدلة F X أولا X X اللي هو نقص 1 نقص 1 بواسطة دلة F ماذا أصبح؟ انظروا ماذا أصبح؟ أصبح نقص ثلاثة ثم هذا النقص ثلاثة بواسطة الدلة G هنا هذه أصبح هو كأنه ما هو الـ X بالدلة G بالدلة G ماذا أصبح لاحظوا؟ أصبح لنا نقص كم؟ لاحظوا جيدا؟ نقص ثلاثة أفوال نتذر نقص ثلاثة ها هو الناقص ثلاثة انظروا الناقص ثلاثة الان ما هو صورته انظروا بالدلاجي اذا يسبح لنا كم يسبح لنا اربعة بهذه البساطة المطلقة يعني قموا بالتحميل فقط لكن لا تنسوا ان جيرو اف ليس هو ا جي اف هكذا ليس هذا الشي حتى تفهموا افرون جي يعني حتى تفهموا الامر ان جيرو اف ليس افرون جي بكل بساطة مهما كان في اي حالة ممكن فقط يا ابنائي وفي الاخير ابنائي وبناتي الاعزاء اتمنى قد استفدت من هذا الفيديو الذي من خلاله ربما سوف يذهب عليكم القليل من الغموض حول تركيب دلتين واتجاه تغيرتها ومجموعة تعريفها وفي الاخير ابنائي وبناتي الاعزاء لا تنسونا بالدعاء لنا بالصحة والعافية لان هذه الايام جسمي قد تعب كثيرا جزاكم الله خيرا كما يمكنكم زيارة صفحتنا على الفيسبوك اللي هي صفحة الاستاذ نور الدين ليصلكم جديدنا باستمرار دمتم في رعاية الله وحفظه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته